بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه أيتها المواطنات أيها المواطنون نستقبل غدا إن شاء الله أول أيام عيد الفطر المبارك سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال لقد عشنا شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز وفي طمأنينة المواطن أمام الوفرة والتحكم في الأسعار حيث أصبح للمواطن خيارات حمته من حسابات أصحاب المصالح الديقة التي كان رهينا لها للسنوات في مثل هذا الشهر أيتها المواطنات أيها المواطنون وإذ نحمد الله على هذا الاستقرار فإنني أجدد شكري للتجار الخيرين الرحماء وممثليهم وكل فاعلين والشركاء الاقتصاديين على كل ما بدلوه في ميدان وقوفهم فيه إلى جانب المواطن وفي أجمل صورة التكاتف والتضامن مع المواطنين المتعصلين في عمق المجتمع الجزائري وأجدد لكم ولجاليتنا في الخارج تهاني الخالص لعيد الفطر المبارك دون أن ننسى أهلنا في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمني والبركات عيدكم مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير المجد والخلود لشهدائنا الأبرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته